الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان بكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرا لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسخات لها طلع نظير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاب وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوموا تبعين كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصبك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدى الاعتيد ألقيا في جهنم كل كفار عميد منع للخير محتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقضيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلاء للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلقت وتقول هل من مزين وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أمواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بغشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بغشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا للنغوب فاصبم على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وألبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشطق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعلون لصادقه وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساعون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروب وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تنصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فغرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صصة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طير مسومة عند ربك للمصرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برثنه وقال ساحر أم مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو غليم وفي عائل إذ أرسلنا عليه مذيح العقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من القيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأير وإنا لمسعون والأرض فرشناها فنعم المايدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصلوا به بل هم قوم طارون فتولعا لهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يقعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وطور وكتاب مسؤول في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبعض المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه المار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على صدر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولعم مما يستهون يتنازعون فيها كأسا لا لغض فيها ولا تأثين ويقوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين فمن الله علينا ووقال عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مدنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب الممون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمنهم أحلامهم بهذا أم هم قوم مطارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتوا استمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكوا البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسبا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحوا إدبارا مجوم والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما يغطق عن الهوا إنه إلا محي يوحى علمه شديد القوى بوم الله فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب خوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ممتها عندها دنة المقوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزاك ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا القسمته بيزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها للسلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما اعتمدنا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسنية الأنفى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة كنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أزنة في مقون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيهم سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأغفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من مقفة إذا تبنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا أولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من طب إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا اقتربت الساعة وانشفت القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجا حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسف كذبت قبلهم قول نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودصف تدري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقعر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وصعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب أشر إنا مرسل الناقة فتمة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شلم محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فحقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قولود إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قولود بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط إن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم برشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فضمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صفحهم ذكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الظبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الجبط بل الساعة موعدهم والساعة أدحى وأمر إن المجرمين في ضلال وصعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صرق عند مليك مقتدر نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان